هذا درع الشهيد حمد الشريف وفخور فيه وإن شاء الله إذا تخرجت وإن شاء الله أصير مثله عسكري كان عمر عبد الوهاب ثلاثة أعوام عندما خرج والده إلى العمل متدثرا بدلته العسكرية وعاد متدثرا كفن الشهادة وتحديدا في عام 2005 كان الوالد فاض في عسكري ورقيب وبعد ما توفى كحزننا وبعد ما سمعنا أنه شهيد وفرحنا وبعد رضي يوم يتذكر السعوديون من عام 2005 أحداثا قليلة في مقدمتها حادثة شقة الخالدية في مكة المكرمة عندما كانت خلية إرهابية تقطنها خفية من أجل إعداد عمل إرهابي عالنية مدام أني ابني الشهيد ففي أولويات لأبناء الشهداء يعني فعلا حقنا مضى فحتى في المساعدات لما نبغى مساعدة لما نكسر علينا شيء لما كذا الدولة ما تقسرها ما تقسر معنا وتلبينا طلباتنا كان الوالد معنا حاليا عمر مهنة 22 عاما وهي سنوات خدمة والده في شرطة مكة المكرمة قضاها في المشاركة بالحفاظ على الأمن ومات من أجله صراحة الإرهاب كسروا بخاطر وبخاطر الناس الآخرين كم أب مفقود وكم أسر من ترملة ومن الجهة الثانية الدولة ما تقسر مع أبناء الشهداء تمتلي أرجاء منزل الشهيد حمد الشريف بشهادات ودروع تشير إلى عمل بطولي بينما قلوب أولاده وأسرته تمتلئ ذكريات عن أبهم وشهادات امتنان لرعاية الحكومة السعودية لهم من مكة المكرمة خميس زراني العربية